أعلنت قيادة عمليات صلاح الدين أنها تمكنت من قتل ثلاثة إرهابيين وقالت القيادة في بيان لها أن قيادة العمليات المشتركة وقيادة القوات البرية وبالاشتراك مع قيادة عمليات صلاح الدين وبمشاركة قيادة شرطة المحافظة نفذت عملية أمنية لضرب أهداف محددة في شمال وادي ثرثار مقابل ناحية تلول الباجة وشرق قضاء الحذرة وأضاف البيان أن العملية الأمنية أسفرت أيضا عن تدمير ستة أنفاق وأربع مظافات لداعش الإرهابي